السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول شيء سيحتاج اليوم ان شاء الله هناك سكيلون كوكو كما تشوفوا كوكو ان يخضر وقشر سوف يغلق سوف يغلق سوف يغلق سوف يغلي تقريبا 1-3 غليات يعني علىها تكون مهيلة لا تكون مجهدة بزاف هناك سوف يغلق بينما اغلقها سوف يكن اغلقها سوف يغلقها شاء الله نضيف سوف يغلق تقريبا اغلقها صغيرة بعض الزبدة لحشوة التقو بحيات تشكل حسب أي شكل هي تجعج المخشوة هنا durante فرائم المكين도 نسخ POLT وفي الوقت قوى تشكل بل T introduced by successful هنا سوف نشكله على شكل كبيرات صغار بالحجم تقريبا 1-10 جرام ثم لحسب عينكم ميزانكم إذا أريدتم كبار صغار أو موين فقط تأخذوا العبار ديركم بعينكم إذا لم تكن ميزان صافي وهنا كما تشوفوا صافي بعدما كورت هذا كم سكيلو كامل خديت هنا تقريبا 1-6 كيلو متاع الورقة الصغيرة كما تشتوا هنا رفضي كما يتميزهم فقد تجو عمرين ومعليين مقادل فقد تجو الحروف قنتين سوف يكون هنا الورقة الصغيرة ولكن لكم وصراحة ورقة صغيرة ستكون جديدة لكي لا تقطع لكم سوف نقسمها لجوج هنا كما كنت ضعي الورقة أتنميها في جوانبها أتنميهم من داخل في هذا الأن أكبر وكتطيع العمل إذا كنتوا أول مرة تديروا بريوات أو لا ما تعرفوش تبرمو مزيلا صاف يعني ما كانت نصحكمش أنكم تدبلوا هكا البرقة يعني تديروا هاي على وجه واحد الصراحة يعني كتجي هكا كتجي واقف أو كتجي البريوات تبعان عامرة وزوينة كما أكتلكم إنا كنتوا مشي كتعرفو بزاف تبرمو يعني لم تديروا هكا الطريقة هي كتجي زوينة صاف وغالين بدأ هنا يكام برمو وفي نفس الوقت كان يكام دخل هدو كل جواني بالداخل المصباح كما كتشوفو دابا صاف يعني كنحاول أنني فينها ودقيت أنها تعوجات وليش حاجة نعود ثاني نحلة وصاف يعود ثاني نبرمها بتكون قاعدة بمزيلا وهذا كليكا لسقبي يعني الماء وشويتا على دقيق صاف كما شفتو يعني كتجي فينها وخصومي يكونوا قنيتة تبعا وواقفين صاف بذات طريقة كم شفتو وغادي نتقبها بحالة كبهات لكي يغضو يعني باش مني نجيون القليل واني ما تتفرقي عشلين هذيك البرايوات جي بحالة مشاقة وجي مزوينة وهكا كتبقى زوينة يعني هادا صراحة سير من الأسرار واني اعتطل لكم اليومه كتتقب هكا كتجيكم زوينة في القليل كتبقى كما هي صافي نعود ثاني ندوزل الثانية صافي بها الطريقة صراحة أنا كنكل شوية بحالة كف البرايوات يعني كيجيوا هكا كواقفين وكيجوا زوينين صافي كما شفتي بحالة كأولا نستمر حتى نكمل يعني الكيميا اللي عندي كولها صافي كنتقبهم ونحطهم حدايات نكمل نسكيله اللي عندي كامل صراحة كتخرجنا كيميا مهمة وهذا الطريقة النهائية تعناها تعرف برايوات بعد ما قليتهم وطفيتهم في العسل صراحة واحد إضافة اللي نسيت ما قلتاش لكم بلاي العسل فاش كان بينطفية فيه يا إما شباكي يا أولى برايوات كندير فيه شوية تعروح متاع الزهر كيجي رائع وغزال وزوينين بزاف كانت مني يا ربي الحلقة تعليم تكون عجبتكم ما تنساوش لي لايك واشتراك في القناة باش تدعموني ونزيد ونقدم إن شاء الله واللوح ووصفات جديدة إن شاء الله يا ربي كانت مني أنهاركم يكون باخر وإلى خير والسلام عليكم